قررت نقابة الأطباء العراقيين أن تكون جميع الوصفات الطبية للأطباء مطبوعة ألكترونيا بدلا من كتابتها يدويا وعللت النقابة ذلك في بيان لها بأنه يهدف لحماية الأطباء من سوء الظن وحماية المرضى من الآثار السلبية المحتملة في حال قرئت الوصفة بشكل خاطئ كما طلبت بالنقابة الصيادلة توجيها جميع الصيدليات بعدم الصرف أي وصفة لكي لا تكون مطبوعة ويتزامن قرار النقابة مع انتشار تقارير كثيرة بشأن حالة تعاون مالي بين الطبيب والصيدلية عبر تشفير الوصفة باستخدام كلمات أو خطوط لا يفهمها إلا الصيدلي المعني